عمال شركة توصيل الماء ببلدية حتسحاري نظموا وقفة احتجاجية أمام مشروع بناء الخزان بسبب طماطل صاحب الشركة في تزديد أجورهم منذ ثلاث شهور وأكثر من ثلاثين عاملا ينتظرون حق عرق جابينهم ما دفعهم لتوقيف الأشغال كنا خداما هنا وهنايا وبعد حبسونا كي طبنا حقنا وقلنا ما أعطينا درهم حبسونا جيف شانتي واحد آخر ما أعرف من يجيبوا كي قلتوا أعطينا درهم جيف شانتي بلاسا في بلاسا يخدم وكي قلتوا أعطينا درهم عدوا السبت يضمع الخميس والخميس يضمع الاثنين نهار يضمع نهار وعود كثيرة تلقاها هؤلاء العمال البسطاء لكن طال الانتظار عمال اللي نخدمه في الشركة اللي جايبة من ما من من لسئد الحدس حاري ونطاربوا بالحقوق تيونا هذو نخدمه عدهم ونخدمه طولي يقولون لنا تخلصوا 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 روح أرواح روح أرواح ما كانش كل يوم نخلصوا أرواح العيد خارجون هكذا كنا هم معايدين لارواحهم لبس عليهم عدهم درهم عايشين وحنا قاعدين هكذا كنا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ما كان ولو يأمل سكان بلديات حدس حاري الإسراع في تسديد هذا المشروع وهو جلب الماء لكن تماطل بعض الشركات في تسديد حقوق العمال قد يعصف بهذا المشروع الحيوي